اهلا بحضراتكم من جديد في البداية براحل بكابتال حسام شعراوي مدير فني فريق الشباب للكورة الطائرة بالنادي الاهلي والي حصل لبطولة المنطقة منذ ايام اهلا بك كابتال حسام اهلا بك كابتال هايزم بطولة صعبة جدا جدا يعني يمكن كان نباين في الفيديو الاخير انا بعد المطش مش قادي رقف وروحت اقعدت وجريت وصعبة كانت جيد صعبة جدا طب قول لي ليه يعني ايه اللي خليك تبقى تحت الضغط ده هو يمكن صعبة البطولة دية ان الجيل فعلا زي ما زياد قال ان هما ما كسبوش البطولة دي قبل كده والحمد لله ان انا متعود اجي مع حضرتك ان انا وانا كسبان البطولة قبلي كلها الحمد لله ما خطرت شعول بطولة مع النادي فده كان حمل وضغط علي ان الناس كتيرا كتبت قل القالة ده في الاهلي ما بيكسبش الجيل دوت ما بيحققش البطولات بس الحمد لله يعني حققنا واثبتنا ان احنا ابطال ان احنا كرة طائرة في الاهلي لا بتعرف الكرة طيرة ولادة بتعرف تحق أبو طاطة اللي هي عايزة الحمد لله ما شاء الله يعني انت كنت بتحول جيل يعني كان لاجيال التانية في الأندية الأخرى أقوى منه أه طبعا انت الحمد لله نجحت مع المجموعة كلها ومجهود اللاعبين انت تتحول الدفة ونبقى فريق بطولة أه الحمد لله يعني هو الجيل فعلا في الأندية التانية فيها لعبة كويسة جدا مميزة اللاعبة بتاعتي قدرت تعافر وتتمرن وكنا بتتمرن صبح وبعد الظهر وجم وتبرين ثلاث ساعات وأربع ساعات وكانوا صراحة حاطين هدف قدامهم ان احنا لازم نستنين نكسب البطولة ديت طب قولي نادي الشمس في الفاينل هو كان يعني فاينل صحيح ولا كنت شاف ان في فرقة تانية يعني ساعات يقولك في فاينل مبكر وساعات يقولك لا الفاينل ده كان يجي فتاته الرابع مثلا شايف مطشنا مع الشمس فعلا يستحقه كان يبقى فاينل هو انا بصراحة شايف ان دور الدور النهائي كله الخمس مطشات كلهم يستحقوا انهم بيقوم ما عمين اكتو كان فيه مطش ودي دجلة كان قوي جدا مطش الجيش يمكن احنا كسبناهم 3-0 في الملعب عندنا فرقة كاملة متكاملة فعلا فيها لعيبة بتتمرن كلها مع الدرجة الاولى اربع لعيبة او خمس لعيبة المفاجئة بالنسبة لي نادي هلاليدو ونادي مصر البترول يمكن المطش اللي قابلينا كانوا عاملين مطش قوي جدا يستحق ان هو يبقى مطش في الدرجة الاولى مواجهتك بيقول لي مصر البترول طالنا معها 3-2 اه بالضبط او مصر بنادي هلاليدو في الدور الاولى ان يتلعين معهم 3-2 الفرق فعلا فيها لعيبة كويسة جدا مميزة جدا فرق بتعرف تكسب بتعرف تشتغل بس احنا الحمد لله يعني عرفنا ان نشتغل عليهم ونحا ونشوف نقطة الضعف بتاعتهم وعرفنا ان نلعب معهم يعني انت مطشاتك كلها 3-2 اه 3-1 يعني عرفت انت ليه السنة انا اقول لك بأمان انا وانا بقول الخبر هنا في القناة اه وبنزيع الفيديو اللي شوفناه اه لقيت اللعبة بتجري وانت بتتنطق قلت يا جماعة وفي ايه يعني اميني وبين نفسي يعني لا انا عرفت دلوقتي فيه لا هو يعني لو كنا نفتكر السنة اللي فاتت احنا كذبانين البطولة كلها اتخذ منين نشوت واحد او شوتين في على مدار عشر ماتشاط البطولة السنة دي يمكن احنا كسبنا ماتشا او ماتشين بس هم 3-0 انما كل الماتشاط طلع فيها زي ما بقولوا كده فيها متعة او سوسبنس بالزبط ماتش 3-2 ماتش 3-1 لازم الفرق تاخد منين نشوت بحكم طبعا ان الفرق التانية تغريسة جدا يمكن بعد النقطة الاخيرة جريت ويعني انا استغربت انا انا الفيديو ده اللي زعلناه في الحلقة فبص انا قلت ايه ده هو فيه احنا يعني الفرحة دي يعني فيه حاجة يعني بص بص فرحة يعني اللعبة طبعا اللعبة مش مصدقة انا حتى يعني النقطة خلصت وانا واقف برضو مش مصدق نفسي وبدور على الكورس ان انا اعود اه خلاص بقى انا خلاص بقى او اللي هو يعني انا بستريح بقى الحمد لله هتأمن في الجمهورية طيب يعني الجمهورية ان شاء الله فيه فرق اكتر مستعد لها كويس ازاي هل بتتمرم من دلوقتي ليها ولا مدي اللعبة راحة يعني هتستعد ازال الجمهورية يعني هي بطولة الجمهورية طبعا تبقى اقوى جدا من بطولة المنطقة بحكم انديية الجيزة وانديية اسكندرية فرقة الزمالك كويسة جدا فرقة نادي الصيد برضو صيد الدقي كويس جدا مسموحة قوية جدا طبعا بالاضافة للشمس يعني سبورتنج ممكن تكون يبعد شوية يعني اربع فرق او خمس فرق هيبقوا كويسين جدا بالاضافة طبعا لنادي هليليدو ونادي مصر البترول هتلاقي البطولة في مجمالها تمن فرق او تسع فرق فيهم كلهم لعب فيعني ربنا يستر ويقدرنا عليهم بقى ان شاء الله طب امتى البطولة يعني هو المفروض ان الدوري بيبدأ مثلا بعد شهرين من بطولة القاهرة بحكم ان الدولات التانية تخلص فممكن برضو على اول السنة الجديدة او اخر اسبوع من شهر 12 نكون بدئين ان شاء الله بس فتالي ممكن تتأخر شوية عشان الاتحاد جاي جديد وفيه متشاط مع الفرق الاول هتدي في 6 ديسمبر هو يمكن يكون الاتحاد دوت عايز يسرع شوية في المسائل علشان يعمل انجاز شوية ونحس ان احنا فيه تغيير عن السنة اللي فاتت ان فيه فيه اجندة معمولة من بدري بالمتشاط بمواعدها عن السنة اللي قبل كده كنا بناخد كل اسبوع باسبوع او كل دور بدور ما احنا اشعر فين المواعد بتاعتنا امتى بس انا بيتهالي ان الموضوع ده كله هيختلف مع الاتحاد الجديد طب قولي يا كابتن طبعا احنا عشان يعني جروف الستوديو وما قدرناش طبعا نستضيف كل اللاعبين بس اكيد فيه مجموعة مميزة غير زياد واياد يعني يعني بقولينا برضو مين اللي كان ليه دور كبير ومين اللي وقف جنب الفريق حتى اللي ملعبش وكان معاه بروحنا يعني الحب طبعا نذكرهم اه طبعا انا كل اللاعب اللي معايا انا معايا 18 لعيب في القائمة بتاعتي وبصعد اثنين لعيبة من فيرة السبعة عشر اه بالزبط يعني عندي محمد ياسر طالع من السبعتاشر خاد احسن معيد في البطولة فعلا يعني هو طالع متصعد معايا طالع متصعد خاد احسن معيد وفيه طبعا عندي حمزة حمزة الصافي من التصعد من السبعتاشر برضو اخو يوسف الصغير اخو يوسف الصغير طبعا ومعايا في الفرقة برضو حسين الأزاز لعب مهم جدا ومميز استباله يعلمي فعلا عندي اللي بروحات بتاعتي ابراهيم رسلان ومحمد طارق الاتنين بيتمررنا مع الدرجة الاولى والاتنين هايلين جدا الاتنين لعبت منتخب يمكن ابراهيم رسلان كان ترتيبه حلوة جدا في بطولة العلم اللي فاتت في كل مطش كان بيطلع فيها الترتيب بتاعه كويس في عندي برضو لعيبة كويسة زي مازن مصلحي زي احمد الهادي مازن ابن كابتن محمد صلحي مازن ابن كابتن ميدو وطبعا النيني وعندي عبدالله كل لعيبة بتاعتي كلها الحمد لله كويسة ورجالة وعقد المسؤولية وحنا من بريكلون بس خليني اقول لك على حاجة اه ما عرفش رؤيتي صح ولا غلط لما يبقى المنافسة في فريق في سن الشباب قوية يبقى اكيد منتخبنا في السن ده هيبقى جامد اه طبعا يعني عشان انت بيبقى عندك مجموعة كبيرة من اللعيبة ان انت تعرف تختار منها الاصلح يمكن دي حاجة برضو بتزعلنا احنا كنادي اهلي ان احنا عندنا في الجيل بتاعنا ده فيه اربع لعيبة بس هما اللي كانوا موجودين في المنتخب اياد وزياد وبرهيم راسلان وطارق اه وحمزة الصوفي طبعا بتصعد من من تحت اربع لعيبة او خمس لعيبة فده بيدل ان الفرق التانية فيها لعيبة كتيرة كويسة بتتروح للمنتخب يعني المنتخب مش شوائب بس على الناد الاهلي او او الفرق الفرق اللي بتكسب لأ ده كل كل الفرق فيها لعيبة كويسة بنتطمن ان المنتخب مصر ماشي كويس والله بص يعني يمكن معرفش طبعا الكلام ده مية في المية اكيد طبعا ولكن انا بتكلم انه يا رب يعني نتمنى انه حتى اللعيبة في الفرق التانية تكون يعني لان احنا في الاول اخر يهمنا اسمه منتخب مصر اه طبعا طيب خلينا نروح لموضوع مهم هو حصول بعض اللاعبين عند حددك على كؤوس شخصية مش بس ان انت تكسب ده حاجة كويسة ولكن ان اللعيبة عندك سلكتد بلايرز ياخده كؤوس قادر احسن ضارب احسن لاعب احسن اعداد احسن اعداد رب عليك لعب ومصاعد اصلا اه طبعا فده بيدل انه على المستوى الجماعي احنا كسبنا وعا المستوى الفردي برضو كسبنا اه الحمدلله يعني احنا اكتر فرقة خدت خدت كؤوس برضو عندنا تلاتة كل الفرقة التانية ممكن كاس واحد ويمكن نادي الشمس خدت كاسين ده اللعيبة بتاعتنا زي ما قلت لحضرتك كانت بتتعب فعلا بتيجي صبح وبتيجي بعد الظهر التبرين كان بيبقى ثلاث ساعات او اربع ساعات اللعيبة كانت عايزة فطبعا كل ده اصطر في الاخر على ان احنا خدنا البطولة وان اللعيبة ظهرت بمظهر كويس جدا لعيبة رجالة عايزة تحقق البطولة لنفسها والجيل دوت ان هما ما حصلوش على البطولة دي قبل كده فده الناتج بتاعه ان هما فعلا اثبتوا ان هما اقدر من هما يبقى يزادوا على المستوى الجماعي والفردي طبعا اكيد وخلينا اقول لك كابتان كل مروح النادي اللي والله بقوله حقيقة لقيت استجابة من اللعبين يا ساعات بيبقى العيق يعني مثلا احنا شفنا اياد هندسة وطبعا ممكن يكون في الشيخ زايد او ما بين هنا الجيزة فطبعا الموضوع بالنسبة له بيجي الصبح وبعد الظهر ازاي كانوا بيتلاقي استجابة منهم هو بالموضوع بيبقى صعب جدا لان احنا مش عندنا زياد بس في هندسة احنا عندنا لعيبة كتير في هندسة وعندنا لعيبة في صيدلة وفي الكليات كلها كليات كمة بنحاول نوفق شوية بين موعد التمرين وموعد الدراسة نشوف الايام اللي هي الدراسة عندهم قليلة شوية يبدأوا يجوا عدراسة شوية او نيجي مثلا يتأخر شوية عن التمرين بس لازم يحضر التمرين وطبعا لازم يكون متابع شوية نفسه في الدراسة على قد ما بنقدر نحاول نوفق الموضوع ده بنا وبين بعض والحمد لله لا اللعبة كانت بيجي فعلا الحضور كان ممتاز جدا تمرينة الصبح الساعة عشر الصبح دي كانوا موجودين فيها تمرينة الساعة التسعة بالليل موجودين فيها الحمد لله لا كانوا يعني يستهلوا كل اللي هم وصلوله والحمد لله خلي بالك الموجود نظري لما بيتمرى اللعيب بيكون يعني دراسته صعبة او اللعيب في كلية من كليات القمة الحقيقة انا محبش داما اقول كلية القمة لان كل كليات كويسة كل كليات قمة في نظري يعني مش دايما بس الكليات اللي بتبقى صعبة العملية اكتر بيبقى تدريبهم صعب لانه اولا هو عنده التزامات مع جمعيته وكلياته ثانيا هو دماغه شغال 24 ساعة يعني انا فاكر كان عندي تمرينة في اهل مدينة ناصر كان عندي اللعب مازل من صلحي عنده متحان والتمرين شغال اونلاين كان مثلا روح الشراب ويعود يحل شوية ويقوم دخل التمرين يقول لي يا كابتن بس روح حل السؤال دوت ويخش يكمل التمرين الخبره بيدا لأ يعني ويعني كانوا يعودوا يسعودوا بعض بقى برضو وسط الهوضوع دوت وياما اخلي بالك يا كابتن يعني هو بين نارين يعني دلوقتي عندي جمعيتي وبيبقى كمان موضوع متعب ان انت اللعيب عايز يفهم اه بالضبط يعني انت بتشرح له حاجة مش هينفزها هو عايز يفهم الاول اه هو عايز يعرف انت بتقول حاجة مختلفة شوية يعني بحكم مثلا ان ان الفولي وضع تغير شوية بقى له فترة فانت بتحاول توصل للعيبة دية ان لأ يا جماعة الفولي دلوقتي في حاجة اسمها أوتوف سيستم في حاجة اسمها الكرة اللي جاية من ناحية التانية لازم اتصرف فيها ازاي الحاجات دي كلها تبقى مختلفة شوية عن اللعيبة فبيبدأ يشغل مخه المفروض اعمل ايه المفروض احقق دي ازاي طب دي هدفة ايه ان انا خلصها النقطة دي ووضعها ايه في الجيم او النقطة دي ووضعها ايه في الماتش لا كل نقطة لها وضع النقطة بعد النقطة 24 في حاجة وفي نصف الجيم في حاجة خلينا انا عايز اتكلم معاك عن مستقبل الفوليبول الكويس انت فتحت الفنيات الجديدة والمستقبل والحديث بس خليتها الفاصل اعزائي المشاهدين هتطلع فاصل سريع ونجعل حضراتكم نكمل كلامنا مع كابتن حسام شعراوي مدير فني منتخب الشباب لكل الطائرة ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد مكمل حوارنا مع كابتن حسام شعراوي كابتن الفوليبول لعبة بتتطور عنيف ومن كل بطورة عالم بنلاقي يعني بالذات الداتا فولي بيحصل فيها تفارات واحصائيات وارقام وتفصيلات كتير صعب يعني اللاعب او المدير الفني او اللاعب مطالب منه او المدير بمسلا مطالب منه ازاي يقدر يواكب ده في الوقت اللي احنا ممكن نطلع كمنتخبات لا اصطدم بالجديد واحنا مش عارفين مطالب من اللاعب ومدير الفني يعمل ايه؟ هو طبعا يمكن تكون الداتا فولي في الكرة الطائرة متقدمة جدا عن كل الالعاب الثانية غير الباسكت غير الهندبور غير حتى الكرة صحيح طبعا احنا بنحل الأداء اللاعب زي بالشعرة اللاعب اتجاهه الناحياتي بيدرب الكرة الناحياتي اتجاهه كده بيدرب الكرة كده او بيحط الاسل في المكان الفولاني على حسب الاتجاهه على حسب رفعة الكرة حاجات دي كلها Will volta بتطلعها بيبقى صعب عالمدرب بقى ان هو لازم يحفز كل اللاعب اللي قدامه انت اللاعب اللي قدامك ده هيعمل ايه بالضبط فانت بتدخلوا الماتش حافز كل حاجه هيعملها انا شايف قدامي كابتن هيسم ويوشه الناحياتي فهيلعب الكرة الناحياتي فانا داخل الماتش حافظ بالضبط انا داخل حافز اللاعب هيعمل ايه؟ طبعا بيبقى في استنة ابداع طبعا من الفرقة اللي قدامك بس في عشرة في المية خمشة في المية إنما بنسبة تسعين في المية وتمين في المية أنت مقرر اللعيب بتاع كل حاجة بالضبط كده يعني أنا مثلاً أجي بقولي الفرعة بتاعتي أنا اللعيب بتاعي ده اللعيب اللي هناك بيدرب مثلاً تمانين في المية في الزاوية أو عشرين في المية في اللاين أنا مش عايز العشرين في المية أنا عايز تمانين في المية تمانين في المية دول هاخد من نوبة ستين في المية ده نجاح ليه برابع وأبدأ بعد كده ان انا ادور على الكور الناحية التانية اللي هي بتجي في اللاين احاول برضو ان انا برضو ما بسبعاش هطلع منها نسبة شوية خمسة في المية عشرة في المية على قد ماضي فانلاقي نفس ان انا نجحت بسبعين في المية او تمانين في المية كمان الحاجات دي كلها بتبقى صعبة ان المدرب لازم يبقى حافظ شوية تحليل الفرق اللي قدامه وعنده اطلاع على الفرق بتعمل ايه دي حاجة الحاجة المهمة جدا ان الفولي اصلا بقاله شوية في تطور جامد جدا خصونا مع الحديث اللي احنا بقيتنا في الفولي قبل كده كنا بتغيير الارسال مثلا ما كانش بنقط لا مثلا من خمسشار سنة او وقت ازياد شوية الغلطة بنقطة على طول فالحاجات دي كلها بتعتمد ان انت لازم يبقى عندك اطلاع مع الفولي الفرقة العالمية بتعمل ايه لسا نسمع ان فيه تغييرات جوارية تحصل هو لسا احنا لسا بنشوف هو الفولي يعني حلاوة الفولي ان الكرة تفضل في الهوى كتير فعلا فولي الرجال عن مثلا عن فولي السيدات ان الكرة بيخلص استقبال رفع كرة خلصت اعطول انما فولي السيدات بي دايما بقى في رالي فهم بيحاولوا يخلوا الرالي في الرجال ازياد شوية يعني مسلا ان عملوا قبل كده ان ممكن تضيع سيرف وتعيد السيرف مرة تاني او مرة تاني في سنة من السلين كل حاجات دي فشلت ويمكن اللي نجح شوية ان الهجوم الاولاني كان من برة التالت كان فيه سن تراري بس طبعا لما الفرق اتعودت على الكلام دا وطلق بقى عادي انه ممكن نرفع كرة على الشبكة ومع الجنبي ومع القوة البدنية اللي لاعبة بتاعتي بيطلع يضربه من على الشبكة عادي فهم بيحاولوا يشوفوا مثلا طرق تانية يعلوا الشبكة شوية يخلوا عدد اللعيبة جوة الملعب اكتر سنة على قد مثلا نقلل الفراجات عشان نيكور تطلع هم مع كل بطولة عالم بيجربوا هو يعني مش بتبقى بطولة عالم مسلا بالشكل يعني بيهم وبيجربوا في بطولات الناشئين مش بطولة عالم للرجال ليه اللي بطولات الناشئين هيتوضح شوية لانه هو مش عايز برضو مهما ان كان انه هو يبوز بطولة عالم للرجال عشان الدعاية والاعلان والفلوس اللي داخله في الفولي يمكن برضو شوية الحاجات المهمة جدا في الفولي بتبقى نسبته مثلا 70% او 80% اللي بتيجي للفرقة فالكلام دوت لازم المدرب يبقى محفز فرقته ومعلمها ازاي تخلص النقط دي بس الاوتو في سيستم عشان اشرحه للأستاذ المشاهدين هي الكرة اللي جاتلك وانت استقبلتها بشكل مش منظم صح؟ تمام اه فالكرة مثلا استقبلتها غلط فراحت هنا راحت هنا فبيبتدي ده الاوتو في سيستم ازاي تقدر توظفها تاني انت تاخد بيها نقطة هي هي اشكالها كتيرة ممكن تكون جاية من استقبال مثلا الاستقبال بتاعي ما طلعش كويس بحكم ان الارسالت بقت قوية جدا صحيح ممكن تكون جاية لي من الديفنس ان انا مطلع كرة دفنسة فطبعا برضو الكورة مع قوة الكورة مش تبقى مزبوطة او من ورا البلوك بتاعك او من ورا البلوك بتاعي فاللعيب اي لعيب عندي بدلوقتي يبدأ يشتغل ان هو كعينه معد ولازم يوصل الكورة صح وعلى الدريب اللي ترفعته الكورة ان هو لازم يخلص تمام انت تمرر للعيب ازاي الاوتو في سيستم ازا كان هو اسمه اوتو في سيستم اصلا انت بتحطه في مواقف مثلا مواقف مختلفة للكورة يعني مثلا ممكن انت تطلب من اللعيبة نفسها حط الكورة ديت انا هلعب لك الكورة حطها مثلا على خط التلت ممكن حط الكورة في نص الملعب ممكن الكورة تبقى تضربها جامد في اللعيب ان هو يطلها صعب عليه او تلعب له الكورة بعيد جدا عبال اما هو يروح يجيبها يطلها في نص الملعب او في اي حتة في الملعب وزميله يبدأ يشتغل عليها بس ارجع اقول لك حاجة يعني انت برضو يعني كابتن كبير وهو عارف عمره ما هيبقى بنفس اداء المباراة يعني انت مثلا لو خدت اللعيب كورة اعطي ترمهل وكده ترمهل وكده حلو هيتمرد بس الكورة اللي بيتجي لك عشوائية في المباراة دي بقى عشر كورة من انت بتعمل من دول ما احنا برضو احنا بنتفق برضو مع اللعيبة ان انت مثلا انا الكورة هتطلع في اي مكان في الملعب برفع اللعيب الفلاني انا بحفظ الفلع كلها ارفعها المين مش مجرد ان الكورة طلعها يعني انت خلاص هتجي وصلت لها بس في الاخر لازم تروح لازم تروح في المركز اربعة مثلا لقياد لازم تروح في مركز اتنين لزياد اللي هم الناس اللي جمدين في الفلع اللي عارفوا يخلص الكورة بالزبط يعني انت بتوصل اللعيب لمرحلة ان مهما كانت الكورة صعب عليك انت جوان عندك هدف بالزبط عندك هدف ان انت توصلها هنا لازم في جمال الاوقات انا وظيفت ان انا احسن الكورة اللي جاي لي مهما كان الكورة اللي جاي صعبة او مش صعبة او سهلة لازم الكورة تطلع من ايدي احسن من مجدت طيب في وجهة نظرك احسن لعب بلاش في الاتك طبعا انه طبعا مستحيل هتقول في الاتك لانه احنا احنا اكيد كلهم زي بعض بالنسبة لك نقول في الفريق الاول او في مصر يجيد انه يلعب اوتو في سيستي مش اتدريبة انا هكلم على الديفندرات والمعدين اه مين اه اكيد اه وانه مغمد اقول عبدالله عبدالسلام على طول اه طبعا 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 عبدالله يعني احسن لعيب لو كورة ميتة بقدر يحييها عبدالله ممكن يرفع كورة بجليه بتطلع مزبوطة ما شاء الله يعني هو بيوصل للكورة كويس جدا كان لعيب كورة هو كمان اه طبعا اوي هو داخل اختبرات الكورة في النادي الاهلي وهو صغير وبعد كده اتجه للفولي الحمد لله ما اكملش كورة الحمد لله احنا عبدالله اه لا كان بيلعب كورة حلوة جدا يعني انا فاكل مرة كنا بنلعب كورة واحنا صغيرين في النادي ما كانتش بدي الكورة لحد هو بياخد الكورة من الجون للجون يحطها جون ما بيلعبش مع صاحبه هو بيلعب لوحده من الجون للجون يحطها جون انا عيب كامد طب انتو كنتوا بتعمله ايه خلنا بنحاول ناخد منه الكورة محدش كان بيعرف انتو الزميلة يا زميلة تخش عاجل تاخد الكورة طب يعني انت شاف انه احسن لعيب في البوليبول اه جدا اه طبعا يعني في الوقت الحالي هو عبدالله عبدالسلام يقدر هو اللي يعرف يوصل الكورة الاوتو سيستيب وش الله صح طب احسن ضريب في مصر احسن ضريب في مصر يقدر يضرب الكورة وهي جايله مش معدولة يعني مش على عدلة الضريب دايما بيحب ينطه الكورة جايله ويعابلها جايله ورا ظهره بقى جايله بعيدة مين احسن ضريب؟ هو يمكن يكون اللي المايز احمد صلاح في العالم كله ان هو بيعرف يعمل حاجة دي ان من اي مكان واي وضع الكورة بتطرف على احمد صلاح بيعرف يخلصها بيقدر يعد الجسم بيقدر يعد الجسم ويعدد لست ايديه لان دراعه ومشاء الله ورست ايديه سرعة جدا على الكورة فهو عنده ميزة من عند ربنا كده يعني موهبة الكورة دي بتاعت احمد طبعا ما فيش شك اختياراتك احنا نفسينا انت لو كنتش قلت كده احنا كنا نقول لك اهم دول اهم كده الناسبة عندها ثقة كبيرة جدا في عبدالله واحمد بس خلينا نقول في الطالعين مش لازم جيلك الطالعين هم اكبر منهم بسنة او اثنين والاصغر منهم بسنة او اثنين شايف حد يعني فيه المقومات دي؟ او ممكن يكون مثلا في الدربين في عبدالرحمن الحسيني كان موجود معي السنة اللي فاتت وطلع الدرجة الاولى في الاهلي عبدالحدة الموهبة بتاعت احمد صلاح اه طبعا ما شاء الله عليه هو موهوب بالفطرة عبدالرحمن ولو يجينا قلنا في الاعداد ممكن برضو يكون يوسف مرجان اه ممكن يوسف مرجان احسن واحد ويجي بعديه انا الصلاح مثلا اناس دي خد احسن العيب في افراقيا خد احسن معيد احسن معدي في افراقيا اللي اتعابت هنا اه بزرطة الاسم مميز كان اه طب يعني انا الشوقي صح؟ اه طب دول من مستوى الشباب طلعين انت شاه فيهم نفس المميزات عبدالله مع احمد صلاح هو ممكن يكون هما اقل شوية من عبدالله في موضوع ان عبدالله اطول طبعا طبعا اه على الشبكة مش نوت الضعف بالزبط هو على الشبكة عبدالله مش نوت الضعف ارسال عبدالله طبعا بيميزه جدا في العالم ان هو كان كذا مرة اخد احسن ارسال في العالم يعني يمكن تكون دي هما الميزة اللي يتفرق عبدالله عنهم شوية بحكم طبعا ان عبدالله طبعا خبرة وعبدالله يعني هو عبدالله بس عبدالله ما بدأش معد عبدالله بدأ دريب صح؟ هو عبدالله جي كان معد وبعد كده جينا في سنة مثلا في 3-15 سنة اتحول بقى عبدالله دريب واحمد بصير الله طب بس على فكرة اريد اقول لك الحاجة دي ممكن تكون سبب تمييزهم ان هو لاب دريب فعارف الدريب عايز الكرة شكلها ايه؟ او بالزبط يعني اي حد بيرفع كرة لعبدالله عبدالله بيطلع يضرب يعني عبدالله ضريب جامل كمان ما شاء الله واحمد صلاح يعني يعني بيرفع كويس طبعا وبيستابد كويس او لا احمد صلاح يعني لعب متكامل ما شاء الله فهي النقطة اللي حصلت واحنا صغيرين في الناشئين في 5 شهر سنة دي فرقت معهم جدا طبعا ما كملناش كتير بيعني كان شهر او شهرين وخلاص وبعد كده كل واحد رجع تاني رجع تاني ما طبعا نتعرف زي الحاجة بتروح لمكانها زي التاني طب خليني يعني نتكلم على المنتخب المنتخب طبعا يعني في افراقيا ما كانش الاداء اللي احنا عايزينه وهم طبعا معزورين كان الادات صعبة وفترة صعبة يعني ما شايف ان الطرط العالم اللي جاية ممكن يبقى فيه حاجة كويسة ولا نفكر ان احنا نبني جيل جديد يعني وجهة نظر الكامولير الفني للشباب ايه؟ هو طبعا السنة اللي فاتت والبطولات اللي فاتت مثلا في اخر سنة او سنتين كان فيها مشاكل كتيرة بحكم طبعا ان فترة انتقالية بين مجلس ومجلس ومجلس جاي بالتعيين الحاجات دي كلها طبعا اثرت على المنتخب بالسلب مفيش فترات اعادات كويسة مفيش معسكرات خارجية كويسة ان انت بتروح تلعب فرق برا تعمل معها احتكاك قوي تتجاهز نفسك الحاجات دي كلها اثرت بالسلب على المنتخب يمكن مع المجلس الجديد طبعا احنا عادين مع المجلس اربعة سنين جايين فهو عنده الفكر وعنده المساحة من الوقت ان هو يفكر صح ويفكر ان هو يبدأ يبص للبطولات مثلا بطولها في شهر تمانية بطولها في شهر تسعة يبدأ يبص عليها من دلوقتي ان هو يبدأ يعملها فترة ادات كويسة استقرار بالضبط الاستقرار ده هيولد طبعا افكار كتيرة ان هما يقدروا يخدموا فيها الفولي بس تعرف انا رأيي المتوادع يعني انه ممكن يفكروا يطعموا الفريق الكبير بالعناصر المميزة والعواميد ويطعم بتاتربع لعيبة من الشباب لازم يكون فيه ربط مع الاجيال يعني عشان نبقى دائما محافظين على صدر ايه معرفش يعني ممكن يبقى مش 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 مطبك في كل هو يمكن يكون اصلا هو ده حاصل جاء فعلا اصلا في المنتخب الاول بحكم ان لو بصنا على الاعمار اللعيبة هنلاقيها الاعمار متفاوتة يعني احمد وعبدالله دول بره يعني بره بره الحساب هما كوبارس وغيرين هيلعبوا هيلعبوا ما شاء الله يعني الله اكبر عليهم وبعد كده عندنا احمد سعيد عندنا عادل موجود برضو في المنتخب في عندنا لعبة دلوقتي راح الزمالك كل دي عمار متفاوتة ممكن ندخل بعد كده عبدالرحمن الحسيني دخل مثلا مرجاني دخل انس ندخل يشب الصافي طبعا يعني رأي حضرك ان المنتخب في تواصل اجيال فعلا موجود في المنتخب كابتان حسامي يعني انا سعيد جدا بالقائق والحقيقة اتكلمت انا اتمتعت والله بالبولي بولي اللي انت بتتكلم فيه واكيد المكسب ده مجاش في انفراغ فبشكرك وببركلك الف مليون مبروكة كابتان انا بشكر حضرتك جدا كابتان هيسم وبشكرك جدا على البرنامج الجميل ان حضرتك استضافتنا وفرحت معنا بالبطولة الغالية جدا علينا وتعبتنا البطولة دي الغالة لما جات والحمد لله ربنا كرمنا بيها وان شاء الله نيجي مع حضرتك تاني في بطولة الجمهورية وزا ما قلنا للولاد بنقول لك مشتنين شراءة بطولة الجمهورية وحضرتك ادها والولاد بيزنان عزيزة مشاهدين مكان لقائنا مع ابطال المنطقة الشباب لقرى الطائرة شفنا كل امالهم وطموحاتهم ان المكسب ما بيجيش من فراغ بيجي من اعداد واخلاص وتمرين ونوايا صفية ودعم من النادي ودعم من مجلس النادي اكيد في الاخر بيطوق بالفوز باشكركم شكرا جزيلا حسو المتابع وانتظرونا في حلقة جديدة من الابطال